عام 1971-21 أيلول نص مرسومة تشكيلات القضائية في بيروت والمناطق بينما يبدأ التجار إضرابهم ويبعو النواب إلى دورة استثنائية سابة أرادوها معركة فلتكن لكن سلام يعلن استعداده للحوار هم كما نرى بالصور الإضراب بالمحلات الكبيرة إضراب شامل ومفتوح حتى الرجوع الكامل عن القرار يلي كانت تخز بوقتها توجه الوسط إلى الدوحة منتابع بالعنوين حاملا غصن زيتون لتدارك إمعان سلام في التنصل من زيادة المرسوم مائدة أبو عضل تجمع الشتيتين على أساس التشاور مع الوسطيين قبل اتخاذ القرارات كمان بعلوين النهار من خمسين سنة ردود فعل نيابية متفاوتة على مرسوم الزيادة غالبية النواب تنتقد المرسوم وتتوقع تدخل الرئيس لحمل الحكومة على إعادة النظر فيه مونيف عويديت يعز بالتحقيق في قضية تزوير محضر كولاكو لأن بعض القضاء تعرضوا لإفتراءات الخط الحقيرة كمان بعنوين النهار بصفحة أربعة بوقتها بمثلها النهار حرب مكشوفة بين التجار ووزير المال تجار بيروت يبدأون اليوم إضرابا عاما مفتوحا سابق المرسوم سينفز ونحن مستعدون للمعركة كمان تجار ترابلو سيتريسون في تنفيذ الإضراب بوقتها ما أخدوا الموقف مع تجار بيروت كان وقته رئيس تجار بيروت فيكتور أسير مثل ما عمشوف بالصورة يلي هي على شمال الشاشة هيدا هي فيكتور أسير كان بوسط بيعرض الموقف على جمعية العمومية الأمين العام كان عدنان الأصار ورئيس جمعية تجار ترابلوس جمال مش عم بعرفة أرى الاسم بعتذر جمال شو من تابع كمان الصيدلية تضرب رمزيا ظهر اليوم احتجاجا على بعض مستوردي الأدوية كمان هيدا من خمسين سنة مش اليوم مع الأسف كمان بالعنوين النهار قصر هاري فرعون ممثلو سفارة جاءوا من السفارة الكاميرا الضخمة تصور الكولونيل والملحقين والشاي الذي كأنه وسكي المخرج يدير ماري جوزي ناتوى مونير معاصري كانوا عم بيصوروا شكلون في وأيضا العشاء من عند مكسيم لضيوف الشاه والأمبراطورة إيران تعد أطخم الاحتفالات في تاريخها لمناسبة 2500 سنة على إنشاء الأمبراطورية الفرس هذه هي الصور ونوصل للكاريكاتور كاريكاتور بير صادق الله يرحمه كمان كان بعضوا بطور النقاها وعمشوف كاريكاتور أديم هون عمشوف الرئيس صائب سلام ماشيين على بيض هو والرئيس الله يرحمه كمان سليمان فرنجي